حالة من الاستنكار يعرفها الشارع الجزائري خلال هذه الأيام والذي بدأ يتحسس صعوبة سنة 2018 بالنظر إلى عديد من الإجراءات التي تضمنها قانون المالية العاشر من جانفي يوم أمس شارع الناقلون بشكل أولي في تطبيق زياداتهم على تسعيرة النقل وهو حمل آخر يضع فوق ظهر المواطن البسيط الذي تواصل قدرته الشرائية التدني تدريجيا إلى القاع وعلى سبيل المثال فصاحب أجر يعادل الحد الأدنى المعتمد والمساوي لـ 18 ألف دينار وإن كان يتنقل من مقر سكناه إلى مقر عمله وعلى مسافة تستهلك يوميا قرابة 100 دينار على الأقل فنجد أن حوالي 20% من الأجر الشهري يصرف على نقل المواطن البسيط لمقر عمله فقط وفي وقت تسارع الحكومة الزمن من أجل تدارك الوضع في ظل أزمة اقتصادية عبر عديد من الإجراءات على رأسها الزيادات في أسعار مختلف المواد ومن بينها تسعرة النقل يبقى المواطن البسيط يبحث عن محله من الإعراب في كل ذلك رغم أن مصالح وزارة النقل تتحدث على أساس أن هذه الزيادات رمزية تدخل ضمن تغطية الأعباء الناجمة عن إقرار دخول التسعيرة الجديدة للوقود ورغم الحديث عن اتفاق للتطبيق الرسمي للزيادات في تسعرة النقل حتى يوم الأحد المقبل في انتظار طبع التذاكر يبقى المواطن ممتعظا من سنة أقل ما يقال عنها إنها سنة كبيسة ماليا ترجمة نانسي قنقر